موجز الثالث عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعية واستهل مدبولي الاجتماع بتوجيه التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وخلال الاجتماع تطرق مدبولي إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤكدا أن الاليات التي تتضمنها سيكون لها أثر إيجابية يتمثل في كونها رسالة طمئنين للمستثمر المحلية وعنصر جذب للاستثمار الأجنبية كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادية ذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبنىها الدولة المصرية وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان وشددت وزارة الكهرباء على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة محافظات الجمهورية على مدار شهور العام بما فيها شهر رمضان وأكدت الوزارة أن الدولة قد نجحت في زيادة إنتاج شبكات الكهرباء ما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 175 قضية تمونية بمضبطات ما يقترب من 210 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 97 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقترب من 36 طن و 173 ألف من البيضة أما في مجال حجبي وبيعي بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من 63 طن أسمنت وجبس وحديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 294 قضية من بينها 98 من القضايا خبز ناقص الوزن و56 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات انتهى مجزة الثالثة في أمان الله اشتركوا في القناة